مرحباً اليوم في هذا الدرس حول برنامج تسجيل وتعديل الصوت Audacity سنرى طريقة حل مشكلة تصدير الصياغ الصوتي بصيغة MP3 لأن هناك مشكلة في البرنامج ويجب إضافة أداة للقيام بهذه العملية فهذه النص الأخيرة لبرنامج Audacity يمكنكم تحميلها من موقع Audacity الآن سنحول تسجيل ملف صوتي ثم سنحول تسجيله بصغة MP3 لتشاهدوا ماذا يحدث فسأنقر هنا على التسجيل مرحباً 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 فمثلاً هذا الملف الصوتي الصغير سنقوم بإنقاف سجيل لنفترض أننا نريد حفظ هذا الملف بصغة MP3 سأنقر على بتوقيت الحل File ثم Export سأنقر على export as MP3 سنختار مثلاً عنوان ليكون في libraries ثم مثلاً يعني نكتب أي شيء هنا أوديو أوكي ثم سنقر على Save فكما تشاهدون هنا فكما تشاهدون هنا أضع سيتي نسدي file lame enc.dll تقريت MP3s إذا كنت قد قمت بتحميل هذا الملف يمكنك أن نقل على Browse ثم إيجاد هذا الملف على حسوبك يمكنكم تحميله هنا على كما قلت على Audacity Team.org لكن هناك طريقة أخرى يمكنكم أن نقل على Download وسيأتي من فتح الصفحة هنا كما تشاهدون ثم تنقر على Lame Installation Section Lame Download Page ثم سأنقر هنا على Lame هناك مشاهدون X وسنحاول يعني تسجيل هذا الملف سات Download سأقوم بتتبيتي سأقوم بتتبيتي نعم 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 تذكروا هذا الفولدر سأقوم بنسخه Copy نعم 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 Install Finish جيد الآن دعونا نقر على Browse هذه هي دول ملف يعني تقوم بوضع المسار الذي يقومنا بنسخه ثم تنقر هنا ثم تنقر على Open أوكي فالآن يطلب منك يعني اختيار الاسم مثلا مثلا براهيم زوكاغ وتقطع تراك تيل ألبوم تيل تراك نمبر يير جانوري لغير ذلك من الخيارات ثم أوكي وسيتم حفظ الملف بصغة MP3 سنحاول أن نجده هنا كما تشاهدون فهذا هو الملف الذي يقومنا بحفظه للتو من أودا سيتي كما تشاهدون في كما تشاهدون في إبراهيم زوكاغ تمت كتبته هنا على أين أنا سأضع الملف أو رابط تحميل مباشرة في وصف الفيديو يمكنكم الحصول عليه يمكنكم النقر على هنا تحميله ثم تتبته على الحسوب فهذا ما يتعلق بطريقة حل مشكلة تصهير الملفات الصوتي على أدرسة بصغة MP3 فأتمنى أن يكون هذا الدرس واضح وأراكم في دروس أخرى حول هذا البرنامج وبرامج أخرى اشتركوا في القناة شكرا